أصبر دائما صلى الله يدخلي من صحكم قعدت أستفدت خلنا نتذكر نصيحة قبل شوية قرأت وش يتقبل الله النبي علساء السلام يقول فيما معنى الحديث أني زعيم بيت في رابض الجنة يعني في أسفل الجنة لمن ترك المرأة ولو كانوا بحقنا الجداء وزعيم بيت أو أهل بيت في نصف الجنة ومن ترك الكذب لو كانوا مازحة وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه يقول عليه الصلاة والسلام أن الله لا تضحك أن العبد لا يدرك بحسن خلقه الصائم القائم يتخيل واحد صائم يصوم يوميا ويقوم في نصف الليل وأن تدرك المنزل الذي عند الله بحسن الخلق تسامة وحكة سلك يا أخي فحسن الخلق لكم أدرى به فحسن الخلق يدرك به العبد يعني أنه نبي عليه الصلاة والسلام سؤل أنه وش أكثر شيء يرفعها والميزان فيما الحديث يوم القيامة قال حسن الخلق ينال به العبد شيء ما ينال من العمال الثانية فحنا عاد في قناة في فرصة ممكن ما تكرر لك من سنة حسنة فله أجرها واجرنا به اليوم القيامة وما يسنع سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمبها اليوم القيامة أول حنا نشوف المؤلفين كيف يحطون يعلفون كتب الحين أنت تطلع تقول لك كلمتين هنا بعد كل صلاحة أقدرح كل واحد يطلع يقول كلمتين ويروح خلص البرنامج يموت تفن الدنيا يبقى تسجيله باقي أجزاكم الله خير وأتقبل الله من نموكم أحمد هنف تقريبا تروح سنة بكرة وش عندك شيء لا تلع صد كل واحد يطلع يقول كلمتين ويطلع لا بكرة موبا حيب عندي لكم نصيحة حديث نصيحة نذجة والبكرة لا لخش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة